اشتركوا في القناة من مسافة الخمسة كيلومترات نتقدم الى بداية الصراع والى بداية المنافسة والتي تحمل كل تحديات المرموم وسباقاتها المميزة واللقاءات الاصيلة التي تحمل لنا دائما عنوان المشاركات القوية في ميدان السباق نبدأ البداية ونسير الى اول المنطلقين واول الباحثين عن انتصار في هذا اللقاء المركز الاول المهندس ضافر بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم الى صدارة الشوط بينما البداية هنا تقدم من بن مصلح يتقدم مرفوق محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي بينما المركز الثاني وصل الان الصيرمي يحتل المركز الثاني نصيب بن خليفة بن سعيد الاكتبي في ثاني اول الخيالي يحتل المركز الثاني اما المركز الثالث فالانتقال مباشرة الى شاهين حمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا شاهين على ثالث المراكز والمركز الرابع وصل الان ارتجال لطهميمة بن حمد بن عنود العامري واصل الى المركز الرابع هذه المجموعة الاولى التي سارت مع الكادر الاول بينما المركز الخامس وصل الان هجام حمد بن فالح بن حمد النعيمي يتواجد على خامس المراكز والمركز السادس وصل الان المهندس ضافر بن حمد بن غدير الاكتبي يتواجد في المركز السادس المركز السابع الخليج عبد الرحمن بن سعود بن علي الحنزاب المري المركز الثامن المركز الثامن هذا اللي وصل الان مياس مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري المركز التاسع تقدم من خلاله شاهين سالم بن ناصر بن خميسة العمري والمركز العاشر هملول عبدالله بن قضيب بن عبدالله العواني هذه النتيجة والحفل الكريم مشاهدين الأعزال المراكز العشرة الأولى المنطلقة العشرة الأولى التي تبحث عن رقي وتحدي في هذا الميدان ميدان المرمومة ميدان السباقات هنا يأتي مع الميدان الذكي ولكن المجموعة الأولى كما نشاء من كاميرا البرج هنا الأربع المراكز الأولى التي تزف فكيد التحية والتانية والبشاير والتشويق والإثارة إلى الكادر الأول إلى ناموسي هذا الشوطة اللي يحمل من خلاله هذا العنوان الجميل العنوان الأصيل يأتي بندري ليغير النتيجة أو ذو في هذه اللحظات حمد بن سالم بندري الفلاحي حيث يقدم لنا شاهين إلى المركز الأول وخطورة هذا الشوطة بنما مرفوق يحتل المركز الثاني مرفوق 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 لشاعر محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم لنا مرفوق في هذا الملتقى بينما المركز الثالث الدخول من ارتجال التقدم من ارتجال ويأتي طهميمة بن حمد بن عنوده العامري هنا يصل من خلال هذا التحدي وهذه المنافسة إلى المركز الثالث في ثلاثية مع الصراع المركز الرابع هناك تقدم الصير مصير بي نصيب بن خليفة الخيالي والمركز الخامس وصل من خلال هذه اللحظات مشاهدين الكرام سلهود 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 حمدان بن محمد بن حمد بن درويش اللي يحتل هذا الموقع ويسير إلى المركز الخامس وهذه الانطلاق وهذا التحدي مشاهدين الأعزاء بينما نسير ونتابع الانطلاق إلى المركز السادس السادس وصل شاهين سالب بن محمد بن ذويب العامري يصل أيها الحفل الكريم إلى المركز السادس والمركز السابع المركز السابع المركز السابع نشوف يتقدم حمد رقم سبعة هملول عبدالله بن قضيب العواني ياتي على المركز السابع المركز الثامن تسلل جديد من المركز الثامن وسالم بسعيد بن كاسم المسافري يقدم ممصيح المركز التاسع هناك ظافر بن حمد بن غدين والمركز العاشر هذا اللي يوصل الان مياس مبارك بن عمي المنصوري يتقدم إلى المركز العاشر هذه النتيجة الحفل الكريم نعود إلى البداية نعود إلى الصراع الأول الصراع المثير الصراع الخطير إلى صدارة الشوت ولا زال المركز الأول يتقدم من خلاله في هذه اللحظات هنا في الصدارة الأولى الله يا بندري بندري مسيطر شاهين يتقدم شاهين لحمد بن صالم بندري الفلاحي لا زال على المركز الأول لا زال على صدارة الشوت لكن هناك محاولات من ارتجال محاولات من ارتجال طهميمة بن حمد بن عنودة العامري يحتل المركز الثاني يحتل المركز الثاني لكن أشوفه وتابع شعار بالذويب يتدخل مع الشاهين وسالم بن محمد بالذويب العامري إلا أن بن كاسب المسافري المسافري بدأ يسافر الله يمصيح سالم بن سعيد المسافري ولكن عوده إلى البداية عوده إلى بندري 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 وارتجال ارتجال مع طهميمة يحتل المركز الثاني إلا أن بندري يبغي التحية والناموس لها لي زاخر لها لي زاخر ها هو شاهين يتقدم حمد بن سالم بن دري الفلاحي المركز الأول هو المسيطر في ناموس هذا الشوط ها هو شاهين إذن يزف التحية والتهاني إلى هالي زاخر هالي مدينة العين مدينة الخضرة والجمال وتأكيد تهانيها لسالم بن حمد بن دري الفلاحي هنا الشباب بيتقدمهم هنا الشباب بانطلاقاتهم المميزة ياتي حمد بن سالم بن دري الفلاحي ليسجل مع شاهين ناموسا مستحقة في صباح اليوم المركز الثاني ارتجال طهميمة بن حمد بن عنودة المركز الثالث مصيح سالم بن سعيد بن كاسب بن سافري وهنا شاهين سالم مشاهدنا سالم بن محمد وذوي بالعامري بينما يأتي سلود في المركز الخامس سعيد بن حمد بن درويش هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء كانت النتيجة في انطلاقاتي وناموسي هذا الشوط حيث تستمر الإثارة والتحدي والانطلاقات نعود إلى التوقيت الزمني نعود إلى لحظات الوصول وهنا شاهين يقدم هذا العرض المميز العرض الجميل والرائع مع حمد بن سالب بن دروي الفلاحي سبع دقائق وثلاثين ثانية وفاء وتماما وكمالا حمل لنا شعار بن دروي والتحية والناموس لا للعين في زاخر مع الانطلاقات والتواصل الجميل المركز الثاني كان تحدي كذلك مميز من ارتجال سبع دقائق وثلاثين ثانية وجزئين من الثانية وطهميمة بن حمد بن عنودة العامري تانين لأعلى الفوز والانتصار في تقديم روح المنافسة واللقاء الجميل أما المركز الثالث هنا ياتي مصيح سالب سعيد بن كاسب بسبع دقائق ثلاثين ثانية وستة جزاء من الثانية التانين والناموس على هذا الفوز والانتصار